تدارس الخطط والتدابير والتحضيرات الخاصة بالخدمات الطبية الميدانية المرافقة لعمليات تحرير الموصل وتوقع حدوث موجات نزوح كبيرة هو ما ناقشت وزارة الصحة خلال اجتماعها مع منظمة صحة العالمية للخروج بآلية تؤمن ما يحتاجه المواطنون من خدمات بالإضافة إلى مراجعة الاتفاقية والعمل المشترك بين الجانبين في جميع المجالات المتعلقة بالتلمية الصحية اجتماع مهم جدا لوضع الأولويات في ظل الظروف التي يمر بها البلد من وضع مالي صعوب وكذلك تحديات كبيرة من عمليات عسكرية ونازحين بأعداد كبيرة ومناطق محررة وعائدين لهذه المناطق المحررة هذا العمل المشترك يؤدي إلى تقديم خدمات بمستوى يليق بالمواطن العراقي وخصوصا النازحين منهم الذين يحتاجون إلى المزيد من الدعم في المجال الصحي منظمة صحة العالمية بيّنت من جانبها أن زيارتها للعراق جاءت لتغطية مجموعة أهداف بالاشتراك مع وزارة الصحة الاتحادية ووزارة الصحة في إقليم كردستان منها الإطلاع على ما قدم من خدمات وقائية وعلاجية للنازحين وتحديد أولويات ما ستقدمه المنظمة في ظل الظروف الراهنة من مساعدات طبية تقديم الخدمات الوقائية وكذلك العلاجية للنازحين من عمليات تحرير الموصل الآن ثم أيضا الاتفاق على خطة عمل شاملة للتعامل مع عداد المتزايدة للنازحين من جراء عمليات تحرير الموصل تم الاتفاق على هذه الخطة تشمل طبعا قضايا الصحة الوقائية الاجتماع شهد أيضا التأكيد على الحملات التلقيحية والسيطرة على الأمراض الانتقالية وغير الانتقالية وتعزيز الرصد الوبائي والمختبري ودور منظمة الصحة العالمية في إسناد هذه الفعاليات وفق آليات علمية وعالمية موفق مجيد الحرة بغداد